بس لو خدتها كعالم افتراضي وحط احداث انا ممكن بعد كده حاجة اسمها الادعاء او الكذب الادعائي هبدأ بقى مش عامل حاجة وابدأ عايشة على صحابي اصدقائي انا عملت كذا انا عملت كذا وحطت بعد بوصل الكذب الادعائي اللي بوصل الكذب المرضي ده اللي غلط الاولين اللي صح اللي باخد ده نوع من انواع تقاوم الشخصية اللي باخلق عند الرغبة بس انا عايزك بقى توضحهم لدول يا دكتور مانش حاضر مش احنا عايشين مع ناس كتيرة كده بيه ده حاجة يعني هي بقى الكذب الادعائي ويعني هي بقى الكذب المرضي يعني هو مش في اخر كذب لأ بص هقولك حاجة هو انت بتصدى ان في حاجة اسمها كذب الابيضة وكذب الاسودة خالص اطلاقا ماشي هقولك خلاص انا خلاص اتقام الشخصية موضوع الكذب ده احنا عندنا اكتب من عشر انواع كذب عشر انواع طبعا ايه بقى عشر انواع عندنا اول حاجة الكذب لازب الادعائي ده ان انا بداي حاجة مش عندي طبعا احنا لازم نقولك مثلا ما بيجوا جاوزوا بنت دي 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 نورت البيت دي احلى واحدة عندي دي بتسمع الكلام دي اللي شايلانة ما هو لازم يقول كده عشان يجاوز البنت ده كذب الادعائي؟ لا ده انا بحاول تجمل اه اجمل الواقع بس الادعائي ان اقول مثلا انا عندي انا جبت عربية جديدة اه انا عندي مشكلة في اشباع الرغبات فببدأ احس النشوز الدفاعي ان السعيدة لما اجزب يعني الكذب الادعائي اول كذب الانتقامي ايه الكذب الانتقامي ده بقى؟ انا وانت شغالين مع بعض فدايما الناس بتقارن بيننا عايز انتقم منك اه فممكن اوديك يفوموش كده كبير قوي واقعيك فيها مثال اللي عملت مش نور ويفضل كده ده ممكن توصل لجرامي قتل بعد كده ايه ده؟ ايوه على شغل؟ اه طبع على اي حاجة على حسب الشخصية الشخصية بتاعة الاب دي سايكوباتي اولي سايكوباتي اولي ده هو بيستمتع بالاذاء النفسي والبدني وبيحس بالسعادة وبيحسش بالندم وحس اللي كلهم ده حاجة عظيمة جدا واجحت ممكن نقول ان العوامل البيئية اللي هو نشأ فيها كانت غير سويا فبيحصل الارتباط شرطي اشخاص اشياء اماكن يعني مامته كان بتتتضرب؟ مامته كان بتتضرب أو هو كان بيتضرب أو هو كان بيتعرض لتشحنة من الضرب هو أو مامته أو أخواته هو الرجل اللي بيدرب مراته كان مامته بتتضرب من بابا؟ لازم أو هو كان بيتضرب لا بجد أه طبعا ما هو خد شحنة من الضرب خد شحنة من الضرب فبيبدأ يطلحها على الشخص الأضعف منها مراته أو عياله فبيبدأ يحس بذاته كنوع من أنواع الإسقاط النفسي أنا كرى برب أولادي هو خد على العادة دي حاجة اسمها الدقمة الدجمة دي انت بتعمليه تصرف معين خلاص انت مقتنعة انت مهما حد غير تفكيرك انا مثلا الناس بتقعد مثلا بتشجع نادي معين انا النادي بشجع نادي ده خلاص الموضوع انتهى دجمة فهو خلاص عدى 21 سنة انت بتتكلم على 100% من القيم والسلوكيات عند بين ادمك تعملت فبيبدأ يحس بسقاط النفسي الاشخاص الاشياء الاماكن الاماكن البيت الاشخاص اولادي اب ام واولاد الاشياء الطريقة التعامل فخلاص اهو ده اللي اخد عليه فذكرياتي انا بس تدعيها ان انا سعيد لما بعمل كده خلاص انا اخدت على كده وخصوصا ان انا عارف ان انا النوع من القناة الاسقاط انتش تفتع منه حاجة يعني الشخصيات السيكوباتية اللي ما بتكلم عليها دي هو اخيركو ايه بالبالة دي انا بصف عليكو مش تعفو تمشي من بيت